فتيات سوريات يعيشن في تركيا طالتهم عمليات الاستهداف وقرارات الرفض في عدد من المناطق مما اضطرهن إلى حيال لتفادي تلك الأزمات وكانت خطة الملابس الخاصة أولى أساليب الابتعاد عن المواجهات مع بعض الأتراك فماذا فعلنا بملابسهن؟ السوريات في تركيا وفي أي مجتمع لجأنا إليه معروف عنهن التزامهن بالحشمة وارتداء الحجاب السوري المميز لكن بعد حالات الرفض لوجود اللاجئين السوريين ببعض المناطق التركية وخصوصا عقب أحداث قيصري أصبحت السوريات في أزمة وحيرة من أمرهن حيرت الأحداث الفتيات السوريات المتواجدات في تركيا ولم تدري أي منهن ماذا تفعل أمام ذلك التحدي الصعب فإن هي تخلت عن الحجاب فقد تخلت بالفعل عن ثوابت وإن رضيت عما تتعرض له يوميا ستنتشر عمليات التعرض للفتيات السوريات في تركيا ويتحول الأمر إلى ظاهرة تزايدت الأزمة مع ادعاءات روجها رافضون لوجود اللاجئين السوريين في تركيا هذه الادعاءات كانت تتعلق بمحاولة شاب سوري التورط أخلاقيا ضد فتاة تركية صغيرة وهي الادعاءات التي لم يتم تقديم أدلة عليها حتى الآن محاولات استهداف متكررة طالت اللاجئين واللاجئات السوريات المقيمة في تركيا اللاجئات تحديدا قررنا تغيير ملابسهن وهيئاتهن بحيث يظهرن تماما مثل التركيات على أمل النجاة بأنفسهم من بعض التصرفات غير اللائقة التي يعمل على ترويجها أتراك يزعمون أن وجود اللاجئين السوريين في بلادهم يؤثر على الخدمات وفرص العمل التي يحصل عليها الأتراك كانت أولى محاولات التنصل من المظهر السوري باستبدال الحجاب السوري بآخر تركي ونجحت السوريات في استغلال تقارب الشبه بينهن وبين السيدات في تركيا بعض الفتيات السوريات اضطررنا إلى خلع الحجاب والتخلي عنه لضمان الاستمرار بفرص العمل اللائح حصلنا عليها في تركيا وتجنب تصرفات غير أخلاقية للمرة في عدد من الشوارع التركية المضايقات التي شملت السوريات لم تقتصر على الشوارع ومقار العمل بل وصلت إلى الجامعة وترديد عبارات تسخر من مظهر الحجاب السوري بزعم أنه حجاب سيء يؤثر على جمال السوريات الأزمة حتى الآن لا زالت مصدر قلق لجميع اللاجئات السوريات التي دفعت بهن الأقدار إلى البقاء في بعض المناطق التي تشهد توترات ضد وجود السوريين في تركيا خصوصا تلك الدعوات المدعومة من المعارضة التركية يتزايد الحذر لدى السوريين حيث يعلمون تماما أن عددهم في تركيا يتجاوز وفق آخر التقديرات ثلاثة ملايين شخص وعدد كبير من هؤلاء اللاجئين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر